الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بتقويم ودعم الدرسين طبعا الثالث والرابع طبعا المكون والتاريخ الجديد في الاجتماعيات القسم السادس ابتدائي نشر على بركة الله طبعا التنميل الأول يقول لنا سنقرأ أولواتيقة أولا بتوسعي لاستقراري بعد القرن الأول قبل الميلاد عرفت الزراعة وتربية الماشية تطورا ملحوظا أصبحت معه نقود بعض المدن كالكسوس هذا العريش وسالة تحمل رسوما لسنابل القمحي وعناقل العنبي كعلامة على أهمير المنتجات الفلاحية طبعا لدى الأماضيغ حاولوا تقرأ أبناء الأعزاء أكثر من ثلاث مرات ثم بعدها سنجيب على الأسئلة أستخر جميع النص المنتجات الفلاحية التي اهتم بها الأماضيغ إذا المنتجات الفلاحية التي سمى بها الأماضيغ طبعا هناك الزراعة ويتعلق طبعا بالقمحي وطبعا نسنى بالقمح وعناقل العنب ثم تربيت الماشية إذا الفلاحة تربيت الماشية والزراعة نعم أبين مستوى الفلاحة الأماضيغية نعم فالمستوى الفلاحة الأماضيغية عرفت تطورا ملحوظا تطور ملحوظا والدليل على ذلك أنه أصبحوا يتباهون ويدعون رسوما لسنابل القمح وعناقل العنب كعلامة على أهمية المنتجات الفلاحية لدى الأماضيغ نشوف جواب ديالنا هو أستخرج من النص المنتجات الفلاحية التي يسمى بها الأماضيغ إذن هاي الزراعة وتربية الماشية بالنسبة للسؤال الثاني أبين مستوى الفلاحة الأماضيغية طبعا عرفت الفلاحة تطور ملحوظا وازدهارا كبيرا أصبحت معه النقود تحميل رسوم لسنابل وعناقل العنب نعم السؤال الثالث أفسر بالرجوع إلى مقتساباتي ما توصلت إليه إذن حسب ما رأينا في الدارس نجد أن الفلاحة في الدست القيناع عرفت الفلاحة تطور ملحوظا فطبعا هذا كما جاء في هذا النشط تطور ملحوظا وازدهارا كبيرا اللعنة مارس الأماضيغ الفلاحة من زراعة وتربية المواشي مقتسابات السابقة حيث وصلت هذه الفلاحة مستوى من الازدهاري جعلت طبعا الملوك آنذاك يتباهون بنقش رموزها من سنبل قمح وعناقيدة عنابين وقيون وبقالين ونحن نعم إذن من خلال المكتسابات السابقة طبعا بالرجوع إلى المكتسابات السابقة نجد أن ما توصلت إليه في هذا النشاط طبعا فهو يطابقه يطابقه لماذا؟ لأن قلنا أن في شف المكتسابات السابقة أن الأماضيغ قد مارسوا ماذا؟ الفلاحة والزراعة وتربية المواشي وصلت هذه الفلاحة مستوى من الازدهار جعلت ملوك آنذاك يتباهون بنقش رموزها من سنبل قمح وعناقيد عناب وخيور وبقر ونحن هذا طبعا بالنسبة النشاط الأول لأنه أستخدم من الصورة أنواع الحيوانات التي كانت يصطدوا الأماضيغ في القديم نعم إذن لكبرنا الصورة هذا طبعا الفيالة طبعا هذا تبدو لي الغازال هذا طبعا الحصان الأحصينة عندنا العصافير طبعا شنا هاته هنا الطيور عندنا القردة قد رجعوا لكسابة أعتبركم الصورة أوضح طبعا كين الفوهود ترون ذلك في الصورة بشكل واضح إذن ها هي إذن من الصورة أنواع الحيوانات التي كانت صدور الأماضيغ فيها الأحصين والحصان الأرانيب طبعا ركي الأرانيب ثم القردة الفوهود العصافير الغزلان وحيوانات طبعا ها هي تشبه الثور حيوانات تشبه الثور وعدنا نأو أذكر أخرى لم تمتى في الصورة حيوانات لم تمتى في الصورة فالثعابين كذلك الأسماك كذلك الوعول كذلك الوعول الثعابين والأسماك والوعول لم تمتى في الصورة وكانت موجودة في العصري طبعا القديم يعني عند الأماضيغ نعم أتمموا الجد والآتي بعد نقله إلى الدفتاري طبعا المعبودات الأماضيغية المناخ كذلك تشد مثل الأمطار في الشمس الكواكب بعد نرجعنا للدرس كنا إلى القمر كنا القمر تداريس جبال الكهوف السخور المرتفعة ثم الحيوانات نجد إلى التعابين أكتب فقرة أصيبية المعتقادات الأماضيغية نعبر عن المعتقادات الأماضيغية هايا كانت المعتقادات السائدة في المغرب القادمة يعني عند الأماضيغ الوثنية والمسيحية واليهودية وقد عبد الأماضيغ إلى هالبحر مثلا لهو بيصيد وإلاث كعبان وغير ما إذن من المعتقادات إذن كانت السائدة الوثنية والمسيحية واليهودية نعم دب الآن نمر إلى النشاط الثاني أنقلوا التصميم إلى الدكتري وأتمنى ملء الفراغ ما يناسب نعم فطبعا هذا كعبرنا على تصميم مدينة فاس إذن العدوة الأولى هي عدوة أندلس وهذه عدوة القارويين نعم سنسميها على ما تستفهم نعم سنقوم بملئها هاي يدرناها نحسن إذن هناك هنا جامع الأشياخ وهنا جامع الشرفاء وهنا طبعا مدينة فاس وهنا العالية نسميها هذه العالية لما كندا نعم ونقصد العرف وهذا اللي بيفتاح الصور الإدريسية هذة الأبواب هذة وهما الأبواب ثم الصور الحالية هو ثم عدنا عدوة قلنا الأندلس واحد هذه عدوة الأندلس وهنا عدوة القارويين ثم قالوا لنا أكتب فقرة أصف فيها مدينة فاس وأبين أهم العوامل التي ساعدت على رواجها التجاري في عهد الأدارس إذن سنكتب فقرة كتعلق مدينة فاس ثم نحد العوامل التي ساعدت على رواجها التجاري في عهد الأدارس نعم سنرى هنا هاي تتكون فاس من قسمين كما رأينا في الصورة عدوة الأندلسيين يحيط بها صور له ستة أبواب وبها مسجد الأشياخ ثم مسجد الأندلس وهنا عدوة قارويين التي يحيط بها الصور في الغرب وله خمسة أبواب بها جميع القارويين ودار الإمارة ومسجد الشرفاء وأكينا السوق سماو البيع إضافة إلى الفنادق والحمامات والشيشناف السنة الماضية وبالتالي أصبحت مركزاً لتجارة والعلماء والفقاهاء والطباب إذن فكانت مديرة فاس بمثابة القطب التي تجتمع عنده المسالك جميع المسالك تجتمع من كل أنحاء المغرب مما جعلها تلعب دوراً إشعاعياً في المجال التجاري السؤال الأخي قالوا أنه أبحث عن الدور الديني والعلمي الذي لعبه جامع القارويين في الماضي ورحاضر طبعاً فكان يلعب دور طبعاً التدريس والآن طبعاً وتعليم الأصول الدين الفيق حفظ القرآن وكان كذلك دب الآن يلعب دور جامعة جامعة كلية طبعاً